بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم حياكم الله طلابنا وطالباتنا حياكم الله في هذا اليوم الجميل والرائع والذي بإذن الله سوف ننطلق وإياكم لنكمل ما تحدثنا عنه في درس الحصة الماضية تذكرون ما تحدثنا من بداية هذا الدرس عندما ذكرنا طلابنا وطالباتنا كيف يمكن للنباتات أن تقوم بعمليات حياتها وذكرنا بالتحديد عملية التغذية ثم تطرقنا طالبي وطالبتي كيف يقوم هذا النبات بالتغذية عبر نقل أو عبر أنابيب النقل في هذا النبات ذكرنا وتذكرون طلابنا وطالباتنا أن هناك أوعية لنقل الغذاء وكذلك الماء إلى النبات ذكرنا أن هناك الخشب وذكرنا أن هناك اللحاء وآخيرا الكامبيوم هذه أوعية النقل الموجودة في النباتات ذكرنا بأن الخشب يقوم بنقل الماء والأملاح من التربة إلى جميع أجزاء النباتات بينما اللحاء فإنه يقوم بنقل الغذاء المتكون نتيجة لعملية البناء الضوي إلى جميع أجزاء النباتات من الأوراق إلى جميع أجزاء النباتات ثم أخيرا تحدثنا عن طبقة تفصل بين الخشب واللحاء وهي طبقة الكامبيوم بعد ذلك انتقلنا وإياكم طلابنا وطالباتنا للحديث عن الساق ذكرنا أن هناك نوعين من أنواع الساق وهذين النوعين يتكونان من نفس المكونات أو من نفس أوعية النقل في جميع النباتات ذكرنا أن هناك ساق خضراء لينة وكذلك ساق خشبية بعد ذلك طالبي وطالبتي تحدثنا عن مكونات الساق وتركيبها ثم بعد ذلك تحدثنا عن الجذور وذكرنا بأن الجذور لها أنواع وذكرنا المكونات التي يحويها الجذر سواء بداخل الجذر أو حتى من الطبقة الخارجية له اليوم بإذن الله تعالى كما تشاهدون أمامكم عنوان درسنا طالبي وطالبتي كما تلاحظون هو كيف تعمل أوراق النباتات تحدثنا عن الساق تحدثنا عن الجذور اليوم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن الأوراق وتعلمون أن الأوراق لها دور هام جدا في عملية التغذية في النباتات ذكرنا ذلك سابقا وستنتطرق له الآن بإذن الله تعالى بشكل جزئي حتى أنتم قادرون على استيعاب ذلك بحكم خبرتكم لهذا الموضوع سابقا لننطلق وإياكم طلابنا وطالباتنا في البداية لنشاهد أو لنجيب عن الواجب الذي أخذناه في درس الحصة الماضية ذكرنا في درس الحصة الماضية وقمنا بإعطائكم واجبا خلال هذا الدرس أتمنى من الجميع طالبي وطالبتي إحضار الواجب سواء عبر الورقة أو عبر الدفتر حتى نستطيع الإجابة وكذلك التأكد من إجاباتكم وكذلك تصحيح الإجابات الخاطئة وتعزيز كذلك الإجابات الصحيحة لننطلق وإياكم طلابنا وطالباتنا للحديث عن إجابة السؤال الذي كان يقول ما هي أنواع الجذور؟ كان السؤال يتعلق بأنواع الجذور وذكرنا طالبي وطالبتي أن للجذور ثلاث أنواع النوع الأول أحسنتم للجذور النوع الأول هي الجذور الهوائية والنوع الثاني جميل جدا هي الجذور الليفية والنوع الأخير وهي الجذور الوتدية نعرفنا طالبي وطالبتي كيف نستطيع التمييز بين هذه الأنواع الثلاث وكيف نعرف الفرق بينها وكيف يمكن لهذه الجذور أن تمد النبات بالماء وكذلك الأملاح المعدنية بعد ذلك طالبي وطالبتي بإذن الله في درس هذا اليوم سوف نتعلم عددا من الفقرات في الفقرة الأولى طالبي وطالبتي سوف نتحدث عن كيف يمكن للأوراق أن تقوم بعملية الحياة لهذا النبات وكيف تمده بالغذاء وكيف تمده كذلك بما يحتاجه النبات إضافة إلى ذلك سوف نجري نحن وإياكم نشاطا نجمع فيه عددا من أوراق النباتات حتى نستكشف الفرق بين هذه الأوراق الفرق في تركيبها ثم بعد ذلك نشاهد كيف يمكننا التعرف على هذه الأوراق لننطلق وإياكم طلابنا وطالباتنا في البداية لنشاهد هذه الصورة أمامكم في هذه الصورة لدينا سؤال أساسي دائما نكرره وهو ما أجزاء النباتات تحدثنا عن الجذور تحدثنا عن الساق وسوف نتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن الأوراق كذلك سوف نتحدث عن كيف لهذه الأوراق أن تقوم بوظائفها إضافة إلى ذلك سوف نذكر بعض المفردات تذكرون أننا تحدثنا عن الساق وكذلك عن الجذور اليوم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن عملية البناء الضوئي بالتحديد وأما باقي المفردات سوف بإذن الله تعالى نتشارك وإياكم خلال الدروس اللاحقة بإذن الله حتى نتم هذا الدرس بشكل جيد سوف يكون معنا بإذن الله تعالى مهارة القراءة التي تحدثنا عنها في درس الحصة الماضية حول المقارنة باستخدام هذا النموذج وهو الذي يمثل عملية الفرق والاختلاف بين فقرتين أو أكثر لننطلق وإياكم طلابنا وطالباتنا في بداية هذا الدرس لنتحدث عن كيف عمل هذه الأوراق للأوراق طالبي وطالبتي أشكال وأحجام مختلفة شاهدوا معي طالبي وطالبتي هذه ورقة نسميها ورقة مركبة وهذه الورقة نسميها ورقة بسيطة هناك أشكال لها هناك أحجام مختلفة هناك ألوان مختلفة كذلك لدينا الأوراق البسيطة وهذه الأوراق تكون أحادية لاحظ معي هذه الورقة البسيطة هي ورقة أحادية أي أن جميع هذه الورقة جزء واحد ومن أمثلة هذه الأوراق الأحادية لدينا أوراق العنب وكذلك أوراق نبتات عديدة بينما هناك النوع الثاني من هذه الأوراق وهي كما تشاهدون أمامكم هي الأوراق المركبة هذه الأوراق لا تكون أحادية بل هذه الأوراق تنمو وفق مجموعات إذن ما هو الفرق بين الأوراق الأحادية والأوراق البسيطة والأوراق المركبة؟ أحسنتم إذن الأوراق البسيطة تنمو أحادية بينما الأوراق المركبة تنمو وفق مجموعات كما تشاهدون من هذه الأوراق المركبة أوراق شجر الكستناء وقد تكون كذلك الأوراق بشكل آخر وهو الشكل الإباري وهذه تمثل أوراق أو نوع آخر من هذه الأوراق ومنها أوراق شجر الصنوبر إذن لدينا العديد من أنواع الأوراق لدينا الأوراق البسيطة لدينا الأوراق المركبة لدينا الأوراق الإبارية التي تختلف بشكلها عن بقية الأوراق إذن تحدثنا عن أشكال الأوراق بعد ذلك طالبي وطالبتي ننطلق وإياكم إلى الفقرة الأخرى لنشاهد أجزاء هذه الورقة نشاهد معاً طالبي وطالبتي سواء كانت الورقة البسيطة أو حتى الورقة المركبة نشاهد معاً ما هي الأجزاء التي تتكون منها هذه الأوراق في البداية هناك جزء يتصل بالساق وهذا الجزء نسميه بالعنق وهذا العنق يربط الورقة مع غصن الشجرة أو حتى مع الساق بعد ذلك لدينا الجزء الآخر وهو جزء النصل وهو الجزء الرئيسي في الأوراق ونجد بأن هذه الأوراق كما ذكرنا لكم تحمل العروق أو هذه كما تشاهد أمامك هناك جزء أخير وهو العروق التي تشاهدها هذه العروق الورقة هذه العروق لها وظيفة بأنها تحمل الماء والأملاح المعدنية وكذلك تحمل الغذاء التي تصنعه الأوراق إلى سائر أجزاء النباتات إذن لدينا ثلاث مكونات للأوراق لدينا العنق كما ذكرنا لكم يربط بين الورقة والغصن لدينا النصل وهذا الجزء وهو الجزء الرئيسي في الورقة ولدينا العروق وهذه العروق كما ذكرنا لكم تحمل الماء والأملاح وكذلك الغذاء إلى سائر أجزاء النباتات إذن هذه المكونات الثلاث العنق وكذلك النصل وكذلك كما ذكرنا لكم قبل قليل الجزء الأخير من الورقة وهو العروق إذن بعد أن تحدثنا عن أشكال الورقة وأجزائها ننطلق إلى مكونات الداخلية للورقة الطبقة الخارجية من الورقة في البداية هي عبارة عن البشرة شاهد معي طالبي وطالبتي هذه عبارة عن البشرة العليا من هذه الورقة تكون مغطاة بطبقة شمعية إذن هذه البشرة هي مغطاة طبقة مغطاة بمادة شمعية تساعد هذه الطبقة النباتات الدائمة الخضرة وأشجار الصنوبر على منع فقدان الكثير من الماء إذن هذه الطبقة الشمعية ما هي وظيفتها؟ أو هذه البشرة بالتحديد التي تحتوي على الطبقة الشمعية لها وظيفة هامة حيث أنها تمنع فقدان الكثير من الماء وخصوصا في أوقات الطقس البارد أو حتى الحار إذن هذه الطبقة الأولى شاهد هناك طبقات أخرى وسوف نتحدث عنها بعد ذلك لننطلق إلى الطبقة الأخرى من طبقات الورقة لدينا هذا القطاع الذي تشاهده أمامك طالبي وطالبتي هذا عبارة عن قطاع أرضي لورقة نبات وهذه المكونات نشاهد الأدمة البشرة العلية نحن نتحدثنا الآن حول هذه البشرة العلية والتي تقع في أعلى الورقة ننطلق بعد ذلك إلى ما بعد ذلك وهي عبارة عن الثغر وهذا الثغر يوجد أو تحتوي طبقة البشرة الموجودة في السطح السفلي لدينا البشرة العلية وكذلك لدينا البشرة السفلة في هذه الطبقة وهي البشرة السفلة تحتوي على فتحات صغيرة وهذه الفتحات لاحظها طالبي وطالبتي في هذا المربع الفتحات الصغيرة نسميها الثغر أو الثغور ولكن ما وظيفت هذا الثغر أو ما وظيفت هذا الثغور تحيط بكل ثغر كما تلاحظ طالبي وطالبتي خليتان حارستان هاتان الخليتان سوف تضبط كمية الهواء الذي يدخل إلى الورقة وكذلك كمية الماء التي تفقدها فبالتالي عندما يحتوي النبات على كمية كبيرة من الماء ماذا يحدث؟ سوف تقوم هذه الخلايا الحارسة التي شاهدناها قبل قليل عبر هذا المستطيل أمامكم سوف تقوم بالانفتاح فبذلك سوف تسبب فتح هذا الثغر فإذا قامت بفتح هذا الثغر قامت بإخراج الماء في عملية النتح التي سبقنا أن تحدثنا عنها سابقا بينما تغلق هذه الثغور عندما ترتفع درجة الحرارة للتقليل من كمية الماء المفقود وبالتالي نجد أن النباتات تفقد في هذه العملية والتي سميناها بعملية النتح عبر هذه الثغور كميات كبيرة قد تصل هذه الكميات إلى 99% من كمية الماء التي تمتصه هذه النباتات عبر الجذور إذن لدينا هذه العملية عملية النتح والتي قامت بها الخلايا الحارسة الموجودة في الثغور والتي ساعدت في منع أخذ كمية من الماء الزائدة عن هذه النباتات أو حتى فقد الماء عند حاجة النبات له إذن لدينا كما شاهدنا نحن وإياكم وظيفة هذه الخلايا الحارسة في خلال هذه المرحلة لدينا فقرة هامة جدا وهو عملية البناء الضوية التي يقوم بها النبات تذكرون أننا تحدثنا سابقا حول هذه العملية وكذلك كيف يمكن للنبات أن يقوم بصنع غذائي عبر هذه العملية عندما يقوم النباتات باستخدام ضوء الشمس كما تلاحظون أمامكم وفي خلال هذا الضوء يستطيع أن يكون الغذاء عبر سكر الجلوكوز بوجود ضوء الشمس وكذلك ثاني أكسيد الكربون وكذلك الماء فبالتالي سوف يتكون بذلك أو سوف ينتج النباتات غاز الأكسوجين وهذا ما تحدثنا أو سبقا تحدثنا عنه سابقا هذه العملية عملية البناء الضوية تكون عبر أو تقوم بها تراكيب خاصة في الورقة وهي كما تشاهدون أمامكم البلاستيدات الخضراء هذه البلاستيدات الخضراء توجد بشكل رئيسي في أوراق جميع النباتات والكثير منها وتستخدم البلاستيدات الخضراء كما ذكرنا لكم ثاني أكسيد الكربون والماء والطاقة الشمسية حتى تستطيع أن تنتج غذاء لها على هيئة سكر الجلوكوز وينتج كذلك بذلك تنتج كذلك الأكسوجين وهذا الأكسوجين هو فضلات من عملية البناء الضوي تذكرون عندما تحدثنا عن عملية البناء الضوي سابقا وكيف تعرفنا كيف يمكن لهذا النبات أن يقوم بهذه العملية وهي عملية البناء الضوي ننطلق بعد ذلك طالبي وطالبتي لنشاهد أن سكر الجلوكوز أو الطاقة التي حصل عليها النبات يبقى في هذه الأوراق وينتقل بذلك عبر الساق إلى السيقان والجذور عبر اللحاء آسف إلى السيقان والجذور حيث يستخدم جزء منه في العمليات الحيوية التي يقوم بها النبات ويخزن الباقي كالإنسان عندما يقوم بالغذاء أو عندما يتناول الغذاء فإنه بذلك يحصل على هذه الطاقة التي يقوم بها عمليات حياته والانتقال والحركة وغيرها بعد ذلك طالبي وطالبتي ننطلق وإياكم إلى كيف يمكن للنبات أن يحصل على هذه الطاقة عندما يتغذى هذا الحيوان مثلا عندما تشاهدون هذا الأرنب وهو يتغذى هذا النبات الأخضر سوف تنتقل الطاقة التي خزنت عبر هذا النبات إلى هذا الأرنب لكي يتغذى عليها وبالتالي يتغذى هذا الحيوان على نبات تصبح الطاقة مخزنة في هذا النبات وهي على هيئة سكر جلوكوز وسائر مكونات النبات التي تتاح لهذا المخلوق الحي للإنسان أو الحيوان أو أي مخلوق آخر فبالتالي نجد أن الطاقة انتقلت من النبات إلى أن وصلت إلى هذا المخلوق الحي وغيره بعد ذلك طالبي وطالبتي سوف نجري ونحن وإياكم هذا النشاط الاستقصائي في خلال هذا النشاط طالبي وطالبتي سوف نتعرف على عدد من أشكال الأوراق وسوف نفرق بين الأوراق البسيطة والأوراق المركبة نشاهد معا ما هو عنوان النشاط عنوان النشاط طالبي وطالبتي أوراق النباتات في البداية طالبي وطالبتي نقوم بجمع عدد من الأوراق لنباتات متنوعة شاهد معي لدينا عدد من الأوراق لونها مختلف وكذلك أشكالها مختلفة ثم بعد ذلك في الخطوة الثانية أريد أن نتفحص كل ورقة بعد سنت مكبرة نسجل اسم تركيب يمكنني ملاحظته عندما تلاحظ الأوراق نشاهد معا طلابنا وطالباتنا هذه الأوراق أمامنا لدينا عدد من الأوراق تتشابه في عناصر ثم وتختلف في عناصر أخرى نشاهد هذه الأوراق ذكرنا سابقا تركيب الورقة ذكرنا بأن هذا الجزء من الورقة طالبي وطالبتي ماذا نسميه أحسنتم نسميه العنق وماذا نسميه هذا الجزء من الورقة جميل جدا نسميه النصل وما هي هذه ماذا نسميه هذه أو هذا الجزء الأجزاء هذه ماذا نسميها أحسنتم نسميها العرض وما هو وظيفة هذا العرض جميل جدا يخزن الماء والغذاء إذن لدينا أنواع من الأوراق سوف نتعرف على تركيبها أو على أشكالها خلال هذا الدرس بإذن الله ننطلق وإياكم لنضع ورقة بيضاء فوق هذه أوراق النباتات نقوم بطباعتها مثلا ورسمها بإمكانك أن تقوم برسمها طالبي وطالبته حتى تستطيع استكشاف أشكالها بعد ذلك نقوم بعملية التصنيف وهذه أهم نقطة نلاحظها خلال هذا النشاط عندما نصنف نستخدم هذه الطبعات أو نشاهد هذا الورق بالتحديد نصنف فيها الأوراق إلى بسيطة ومركبة نحدد أسماء أجزاء كل منها إذن لاحظ معي طالبي وطالبتي هذه الأوراق لدينا هذه الأوراق نسميها أوراق ماذا؟ هل هي أوراق بسيطة أم أوراق مركبة؟ أحسنتم لاحظ معي أن هذه الأوراق هي أوراق بسيطة هذه الأوراق أوراق بسيطة ولكن هذه الأوراق نلاحظ أنها مجموعات هي عبارة عن مجموعات في ورقة واحدة ماذا نسميها؟ أوراق ماذا؟ أحسنتم أوراق جميل جدا أوراق مركبة كما تشاهدون لأنها مجموعات في ورقة واحدة بينما هذه الأوراق أوراق بسيطة لأنها كما ذكرنا لكم عبارة عن ورقة واحدة أو أحادية وموجودة في شكل واحد إذن بذلك تعرفنا على هذه الأوراق نجد أن الأوراق البسيطة هي عبارة عن أوراق مفردة أو أحادية أما الأوراق المركبة فبالتالي سوف تنمؤ على شكل عنقيد كما شاهدنا في الورق الذي قبل قليل أو في شكل مجموعات ننطلق بعد ذلك للفقرة الخامسة والسؤال الخامس استخدام لونين من الألوان بإمكانك تتبع خط سير الماء وكذلك خط سير الغذاء عبر هذه العروق لنعود إلى هذه الأوراق ونشاهدها شاهد معي طالبي وطالبتي كيف أن هذه الورقة يمر فيها الغذاء لاحظ معي باللون الأحمر تقريباً يمر الغذاء عبر هذه الورقة ولاحظ أنه يمر عبر هذا الجزء ماذا نسمي هذا الجزء؟ أحسنتم نسميها العروق إذن نجد أن الماء يخرج إلى حواف الورقة وينتج بذلك الغذاء إلى الساق ثم إلى أجزاء النباتات ننطلق وإياكم في ختام درسنا لهذا اليوم لنراجع ما تعلمناه في اختبر نفسي خلال مرحلة اختبر نفسي لدينا في البداية مقارنة سؤال يتحدث عن المقارنة فيما تتشابه الأوراق البسيطة والمركبة وفيما تختلف سؤال موجه لكم طلابنا وطالباتنا ما هو التشابه وما هو الاختلاف بين الأوراق البسيطة والأوراق المركبة أنتم شاهدتم قبل قليل هذا النشاط بإمكانكم الآن التعرف على أوجه الشبه والاختلاف بين نوعي الأوراق أحسنتم رائعون إذن عندما نشاهد بأن الأوراق البسيطة والمركبة كلاهما يحتوي على بلاستيدات خضراء كلاهما ينمو من السيقان ولكن هناك اختلاف بينهما أن الأوراق البسيطة كما ذكرنا لكم قبل قليل أوراق مفردة بينما الأوراق المركبة تكون على هيئة مجموعات أو على هيئة عنق في السؤال الثاني طالبي وطالبتي في اختبر نفسك هذا السؤال يقيس مدى التفكير الناقد لديك طالبي وطالبتي بإمكانك أن تحكم خلال هذا السؤال التفكير الناقد دائما يكون إصدار حكم حول جزئية معينة كيف يمكن أن يختلف النتح في النباتات التي تنمو في مناطق غزيرة الأمطار عن النباتات التي تعيش في مناطق نادرة الأمطار تحدثنا طالبي وطالبتي عن عملية النتح في النباتات وذكرنا كيف يمكن لفقد واكتساب الماء ولكن هناك نباتات تعيش في مياه شحيحة وهناك نباتات تعيش في بيئة مياه غزيرة ما هو أو كيف يمكن أن يختلف النتح بين هذين النوعين من النباتات أحسنتم إذن عندما نلاحظ أن بالنسبة للنباتات أو تركيب النباتات التي تنمو في مناطق شحيحة الأمطار تساعد بذلك على الحد من كمية ماء النتح التي يفقدها النبات بينما العكس تماما في المناطق التي تكون كثيرة الأمطار في ختام هذا الدرس طالبي وطالبتي لدينا تساؤل أساسي وهذا التساؤل أريد منكم كتابة هذا السؤال حتى نستطيع الإجابة عنه في بداية درس الحصة القادمة السؤال يقول ما هي أجزاء النباتات ذكرنا جميع وتحدثنا عن أجزاء النباتات وتحدثنا عن جميع هذه الأجزاء أريد منك طالبي وطالبتي أن تكتب أجزاء النباتات وكذلك أن تحدد وظيفة كل جزء من هذه الأجزاء إذن بعد تدوينك لهذا السؤال آمن منكم إحضاره بإذن الله تعالى إحضار حل هذا السؤال بإذن الله تعالى في بداية الحصة القادمة إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته